أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخله عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم جهازهم قال اتوني بأخلكم من أبيكم قال اتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير منزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرامد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون هائثا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلته عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن كثار الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبئت إس بما كانوا يعملون فلما جهزهم جهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز للظالمين فبدى بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كيدئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسريق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجادنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم منثقا من الله من قبل ما فردتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأثن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقالوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهيدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كعظيم قالوت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنا ما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأحلنا الضر وجئنا ببضاعة مرجات فأنفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجئز المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصه هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريحا يوسف لولا أن تفندون قالوا فأن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفرنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سنف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال يدخلوا من الصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد أجعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قاد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ثانك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أحل القرى فلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تاقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مورا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن كثار الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استواء العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقيدون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغش الليل النهار إن في ذلك الآيات القومية يتفكرون في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات القومية قيلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد يقاب ويقول الذين كفروا لو لا أمزل عليه آية من ربه إنما أنت موذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام ما تزداد وكل شيء عندهم بمقدار عالم الغيم والشهادة كبير متعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفوسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا ما رد له ما لهم من دونه من زوال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسمح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصلايق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلنا في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطي كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوم والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا تيملكون لأنفوسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والمصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شراكاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القحار أنزل من السماء ماء فسالت أو دية بقدرها فاحتمل السبل فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار بإتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأحد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويحشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بإتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدورعون بالحسنة السيئة أولئك لهم قبدار جنات عدين عدين يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم قبدار والذين ينقضون أحد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبئسط الرزق لمن يشاء ويقدر فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتاطئم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تاطئم إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلنا في أمم قد خلت من قبلها أمم لتت لو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكسرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سنيرت به الجبال أو قدعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلوا فريق قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئم رسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونهم ما لا يعلم في الأرض أم مظاهر من القول بل زمين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله ما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائما وظلها تلك وقبى الذين اتقوا وقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أحواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أنت فينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤقب لحكمه وهو سريع الحساب وقاد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن قب الدار ويقول الذين كفروا لستمروا سلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مورا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وغل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وأولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء واهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وإذ قال الموسى لقومه ذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الموسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ظنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعمد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقاد هدانا سبولنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم وربهم لنحنكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاده يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب وغليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادنش كرمادنش تدت به الريح في يلم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ثانك هو الضلال البعيد ترجمة نانسي قنقر